ننتقل إلى الدكتور أحمد بوعود بتطوان والذي سيتناول بدوره هذا الكتاب والدكتور أحمد بوعود أيضا له اهتمامات متنوعة ولو زوايا أخرى يكمل بها زوايا اهتمام بقية المتدخلين السابقين سوف أحاول بحول الله أن أعطيها حوله نبدة سريعة دكتور أحمد بوعود هو أستاذ الفلسفة بكلية الآذاب والعلوم الإنسانية جامعة عبد الملك السادي ابتطوان وهو بالمناسبة حاصل على شهادتي دكتورة الأولى في الفلسفة تخصص فلسفة الدين والثانية في الدراسات الإسلامية تخصص الفكر الإسلامي وهو خبير محكم بعدد من المجلات العلمية الأكاديمية في الفكر الإسلامي والفلسفة وبمجموعة من المؤتمرات والندوات الدولية والوطنية وعوض لجان قراءة للمشاريع العلمية لدى مجموعة من الناشرين له الكثير من المؤلفات تربع عن العشرة أغلبها بالعربية وله أيضا مؤلف بالإنجليزية أذكر من هذه المؤلفات بسرعة علوم القرآن في المنظور الحداتي دراسة حليلية نقضية لأراء الحداتيين في القرآن الكريم الكتاب الثاني محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم رسول السلام الإنسان في القرآن دراسة فلسفية مقارنة مفهوم الجاهلية وعلاقته بالتكفير دراسة قويمية مقاسد شريعة من النظر إلى السلوك الظاهر القرآني عند محمد أرغون تحليل والنقد الاجتهاد بين حقائق تاريخ ومتطلبات الواقع فقه الواقع أصول وضوابط وهو بالمناسبة طبعاء ثلاث طبعات مختلفة كما أصدر أو لكمال للدكتور أحمد بعود الكثير من البحوث والمقالات المنشورة في المجلات العلمية المحكمة والمجلات الثقافية وله مشاركات عديدة في مؤتمرات وملتقيات علمية بكل من الجزائر وتونس والسعودية وأومان وماريزيا وتركيا وبريطانيا وهولندا وألمانيا وغيرها الدكتور أحمد بعود بدوره سيقربنا من الكتاب من زاوية نظره فليتفضل مشكورا مسبقا شكرا شكرا سيد الرئيس دكتور عبد الباصل المستعين والشكر موصول أيضا لمركز فاطمة الفهرية للأبحاث والدراسات على هذه الدعوة للمشاركة في تقديم كتابي الأستاذ الدكتور عبد العلي المسؤول والشكر أيضا موصول للأستاذ الدكتور عبد العلي المسؤول لهذه الجلسة التي أمتعنا بها بخصوص كتابه القراءات والقراء بفاس دراسة في تاريخ الأعلام والمدارس والمناهج كما أشكر كل الحاضرين المتابعين معنا بهذا اللقاء العلمي المتميز أبدأ بالعنوان القراءات والقراء بفاس دراسة في تاريخ الأعلام والمدارس والمناهج في هذا العنوان نجد مركبين المركب الأول هو بعنوان القراءات والقراء بفاس وهذا تعبير عام بخصوص القراءات وكذلك القراء لكن هذا الشق الأول مقيد بشق ثاني هو دراسة في تاريخ الأعلام والمدارس والمناهج دراسة في تاريخ الأعلام والمدارس والمناهج وكأن هذا الشق الثاني مقيد للشق الأول الذي هو القراءات والقراء بفاس لكن هذا التقييد يضعنا أمام التساؤل تاريخ الأعلام تاريخ المدارس وتاريخ المناهج هذا التساؤل صغته كالتالي يمكن أن نسميه إشكالاً وهو هل يرقى هذا الكتاب إلى أن يكون موسوعة في تدريس العلوم الشرعية بكلاسة عموماً والقراءات خصوصاً وأرجو من السيد المسير الدكتور عباسي المستعين أن يلخص لنا في آخر هذا اللقاء إجابة عن هذا السؤال وإن كانت مبسوثة لدى بعض المتدخلين سأشير إليها أو سأتعرض إليها في نهاية هذه المدخلة سأتناول هذا الكتاب في شقه الأخير الذي هو المبحث الثالث والذي خصصه المؤلف للقراءات والقراءة بفاس وأنا أقرأ هذا المبحث الثالث وعيني على هذا السؤال أو الإشكال الذي طرحته في البداية وهو هل يرقى الكتاب إلى أن يكون موسوعة في تدريس العلوم الشرعية بفاس عموماً والقراءات خصوصاً إذن أقول هذا المبحث الذي هو المبحث الثالث والذي يقول مخصص للقراءات والقراءة بفاس سبقه مبحثاً المبحث الأول حول المغرب أو للغرب الإسلامي ثم المبحث الثاني حول المغرب الأقصى وهكذا من هنا أقول بأن الكتاب سلك مسلك التدرج يمكن بتجوز أن نقول بأن الكتاب سلك منهج الانتقال من العام إلى الخاص ببعض التجوز يعني بدأ بشيء موسع ثم أقل منه توسع ثم إلى بيت القصيد الذي هو الكراءات والقراءة بفاس والملاحظ هنا رغم أن الكتاب مقسم إلى ثلاثة أقصى يعني مبحث أول والثاني والثالث إلا أن الملاحظ أن عنوان الكتاب ينطبق على المبحث الثالث وهو الذي أخذ حيزاً كبيراً جداً في هذا الكتاب وبالتالي الكتاب أصاب القصد من خلال عرضه هذا ومن خلال تقسمه هذا فهذا المبحث الذي هو المبحث الثالث تطرق فيه المؤلف جزاه الله خيراً إلى محاضن إلى مطلب الأول حول محاضن يقرأ بفاس ثم المطلب الثاني الإجازات الفاسية في الإقراء ثم المطلب الثالث عن رحلة القراء بين فاس والأندلس والمشرق وطبعاً كما سنرى العكس ثم المطلب الأخير وهو المطلب الرابع بعنوان تراجم الأعلام المقرئين الفاسيين حسب القرون بدءاً بالقرن الخامس والسادس الهجريين وانتهاءاً بالقرن الخامس عشر الهجري أيضاً سأعطي ملخصاً مجزاً عن هذه المطالب حتى يكون القارئ أو العفوان المتابع معنا على بينة مما رجح به وأن نحاول أن نخلص جميعاً إلى الإشكال الذي انطلقنا منه والذي أتمنى أن نتفق على الإجابة عنه أخيراً فالمطلب الأول محاضن الإقراء بفاس هنا تطرق الأستاذ الدكتور عبدالي المسؤول إلى جميع المحاضن التي كانت تحتضن الإقراء أو قراءات أو القراء وكذلك المقرئين بمدينة فاس فأول ما يطالعنا في هذا المطلب هو جامع القرويين طبعاً لن نفصل في هذه المعلومة أو هذه المعلومة ونحن في ضيافة مركز فاطمة الفهرية قلت هذا الجامع جامع القرويين يؤكد الدكتور عبدالي المسؤول بأن القراءات القرآنية وما يتصل بها من تجويد ورسم وضبط كانت حاضرة في برامج الجامع الرسمية وكذلك غير الرسمية في جميع البرامج في جميع المستويات التي كانت تدرس في هذا الجامع كان بها حضور للقراءات القرآنية كذلك نجد حضوراً قوياً لموتون القراءات وهذا الحضور تنوع بالدراسة والشرح في جميع كراسي جامع القرويين ويؤكد الدكتور عبدالي المسؤول هنا على الشاطبية في قراءات السر والضرر اللوامعي في مقرأ الإمامي نافع نظراً لأهميتهما في القراءات القرآنية ثم بعد ذلك يحدثنا عن الطرق العشر لنافع هذه الطرق التي كانت حاضرة أيضاً في جامع القرويين تدريساً وتأليفاً وطبعاً هذا الكلام وهذا هو الجميل في هذا الكتاب هذا الكلام ليس مطلقاً هكذا على عروهنه وإنما هو موثق ومؤصل بما توفر لديه من مراجع وأفتح القوض هنا وأؤكد ما قاله الدكتور محمد البركة عندما تحدث عن العدة المرجعية للكتاب وكذلك للجود الذي بدله الدكتور عبدالعلي المسؤول وأنا أقرأ هذه التفاصيل في هذا الكتاب لم تثير انتباه التفاصيل بقدر ما أثارت انتباه المراجع التي عاد إليها الدكتور عبدالعلي المسؤول لكي يسوق لنا مادة هذا الكتاب هذا المؤلد الضخم ثانياً المدارس العلمية هذه المدارس العلمية متنوعة بفاس يذكر الدكتور عبدالعلي المسؤول هنا المدارس وماذا كان يدرس بها وكذلك بعض الأعلام التي كانت تدرس أو تدرس هنا مثلاً يذكر مدرسة الحلفويين أو الصفارين التي أسسها السلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق وكذلك يذكر مدرسة العطارين التي أسسها أبو سعيد الأول وكذلك يذكر مدرسة الصهريج التي أسسها أبو الحسن المريني وكذلك يؤكد هنا مدرسة السبعين الكائنة بجانب جامع الأندلس وسميت هذه المدرسة بسبعين لأنه يقال بأن كان هناك كانت خاصة أو كان بها سكن خاص لطلبة القراءات السبع أو أساتذة السبع هذا هناك تأويل لهذه التسمية وغير ذلك من المدارس التي كانت موجودة ولازلت بفاس ثم من محاضن الإقراء بفاس يذكر الدكتور عبد العالي المسؤول المسجد والزوايا وهنا يقول لنا أن القراءات لم تكن فقط محصورة في هذه المدارس أو في جامع القرويين فقط وإنما كانت كذلك موجودة في المساجد موجودة في الزوايا مدينة فاس أيضا وكذلك لا يريد من الكاتب أن ننسى بأن عددا من القراء تلقوا الروايات بالماتب والدور والحوانيث هذا ماذا يعني؟ من خلال هذه المدارس ومن خلال تنوعها ومن خلال المساجد والزوايا ومن خلال المكاتب والدور والحوانيث إلى غير ذلك هذا يؤكد طابعا العلم أو النفس العلمي الذي تميزت به مدينة فاس عبر التاريخ فلا يمكن أن يعادلها قطر أو بلد في هذا النفس العلمي الذي كأنك عندما تقرأ هذه المدارس ويخيل إليك أنك تتجول بمدينة فاس وتستنشق العلم بدل الهواء أو العلم مع الهواء في المطلب الثاني كان عنوانه الإجازات الفاسية في الإقراء لا يفوت الدكتور عبد العالي المسؤول أن يعرفنا بمعنى الإجازة فالإجازة في القرآنية حسب تعريفه هي إذن المجيز للمجاز لفظا أو خطا أن يقرأ ويقرأ بما أداه عليه من قراءات ثم يفصل بعد ذلك في أنواع هذه الإجازات والجميل أنه عندما يفصل في هذه الإجازات يسوق لنا أمثلة من المدارس وأمثلة أيضا من المقرئين والشيوخ والقراء الذين كانوا بمدينة فاس فأول هذه الأنواع الإجازة في القراءات السبع ثم بعد ذلك الإجازة في القراءة في العشر ثم الإجازة بالعشر النافعية أتبقى تأكيد عليها في المدارس ثم الإجازة بالعشرين ثم الإجازة في القراءات دون تحديد يعني أن القراءة الفاسيين هناك منهم من لم يحدد القراءات التي أخذها وأدها على شيوخه وإنما جاء في تراجمهم أنه قرأ القراءات وأجيز ويدكر أمثلة على ذلك مثل الزموري وغيره ثم في نوع آخر الإجازة في قراءة وحيدة ثم نوع آخر نوع سابع الإجازة العامة وهي الإجازة العامة في القراءات وقد تكون مقترنة بالعرض والسماء وقد تكون كذلك مجردة عنهما ويفصل دبطول عبد العالي المسؤول في هذين النوعين ثم يعطي أمثلة على ذلك من خلال القراءة والمقرئين بمدينة إفاس ومن الذين أخذوا إجازة عامة هنا يذكر المؤلف المؤرخة عبد الرحمن ابن خلدون الذي قرأ على زووي السابع وغيره ثم بعد ذلك نجد النوع الآخر أو الآخر الإجازة في المصنفات القرآنية أو العفوان الإجازة في المصنفات القرائية وهي المصنفات المعروفة في القراءات كحز الأمانية وغيره ذلك ثم الإجازة في التجويد لمقرئين وإجازة في مرويات القراء وغيره ذلك بعد ذلك ننتقل إلى الفصل أو المطلب الآخر الثالث عفوان رحلة القراء بين فاس والأندلس والمشرق وهنا وهنا يبين المؤلف كيف لهذه الرحلة أثر في اصدهار القراءات القرآنية وفي تبادل العلم بين المشرق والأندلس وكذلك بين فاس فيتحدث لنا عن نمادج من المقرئين الذين رحلوا الفاسيين الذين رحلوا إلى المشرق والأندلس وكذلك العكس يتحدث لنا عن رحلة معاكسة وهي رحلة بعض الأندلسيين إلى فاس هذا في المطلب الثالث في المطلب الرابط وهو الأخير وهو الذي أخذ محيزاً كبيراً في هذا البحث أو في هذا الكتاب وهو أعلام المقرئين الفاسيين بفاس وهنا صنف القرن الخامس والسادس القرن السابع القرن العاشر إلى غير ذلك وقد صرح بمنهجه في ترتيب ترتيب هؤلاء الأعلام ليخبرنا بأنه ترجم القراء الذين ولدوا بفاس أو ماتوا بها أو طرأوا عليها للدراسة أو التغريس وإن لم يكونوا من أبنائها وهنا وجدت عنده أيضاً بعض التطوانيين الذين ترجم لهم مع العلم أنهم تطوانيون الأصل أو تطوانيون الأصل قلت إما أن يكونوا طرأوا عليها للدراسة أو التدريس أو وإن لم يكونوا من أبنائها أو اجتازوها عند رحلاتهم وهو في هذا يتبع منهج ابن الخاطب في الإحاطة في أعلى المترجم ولكنه لم يترجم للمقرئين الذين لا يزالون أحياء إلى حد كتابة هذه السطوة هذه السطوة كمسرحة بذلك ويعلل المؤلف ذلك بأنهم كثور وبأنهم متفرقون في البلاد أما عن الترتيب فيخبرنا أنه رتب المقرئين حسب وفايتهم إن وجد لهم تاريخ الوفاة وسنة الوفاة أما إن لم يجد فجعلهم في آخر القرون التي ينتسبون إليها ويدكروا سنة ولادتهم إن تيصل لهم ذلك ثم يسمي شيخهم في القباءات وتلاميدهم وكذلك من أخذ عنهم من أخذوا عنهم العلم إلى غير ذلك أما عنوان ترجمة فالقراء عندما يقرأ عنوان ترجمة لا بد أن يتساءل لماذا هذا العنوان لا نجد ذكر اسم العالم كاملا وإنما يستند في ذلك إلى اسم الشهرة سواء كان كنيتان أو لقبان أو اسمان وهكذا إلى أن ينتهي من أعلام كل قرن على حين بعد هذا نخلص إلى العدة المرجعية التي اعتمدها المؤلف في كتابه هذا فنجدهم قد اعتمد كتب التراجم كتب الطبقات كتب التاريخ كتب الفهارس كتب البرامج والأثبات والمشيخات وحتى بعض الإجازات وهذا ينبئ أن العمل الذي قام به المؤلف فليس بعمل هين وإنما هو عمل شاق خلاصا حتى لا أطيل أولا تبعى للدقة التي تميز بها الكتاب يعني عندما تقرأ تحضرك بعض الأسئلة وتقول هذه ربما أغفلها للمؤلف ولكن بمجرد أن تكمل السطر أو الفقرة تجدها حاضرة وهذا يعني أن الكاتب كان على بينة وعلى وعي وأن تدقيقه للأمور كان حاضرا إلى أي إلى حد لا يمكنه أن تفترض شيئا إلا وتجد وهذا يعني تبعا لهذه المعلومات التي وردت ثم تبعا للدقة التي استخدمت في ذكر معلومات هذه الكتاب ثم كذلك بعض التفاصيل المتعلقة بمدارس متعلقة حتى بالرحلات متعلقة حتى بالمقرئين فإنك تخلص إلى فكرة وربما قد يتفق مع كل الذين قرأوا هذا الكتاب وهي أنه يمكن اعتبار الكتاب هذا موسوعة للعلوم خاصة القراءات باستعراضها باستعراضه للمدارس والمناهج والأعلام ويمكن أن نصنف هذا الكتاب في تاريخ العلوم أو نصنفه أيضا في بما يسترح عليه البعض بإبسليمولوجيا العلوم الإسلامية وخاصة القراءات ومن التوصيات التي يمكن أن أذكرها هنا أرجو أن لمن يأتي بعد أن يكون هذا الكتاب طبعا تمهيدا ويأتي المتخصصون في القراءات وكذلك علم القرآن بصفة عامة ليستخرجوا مما ذكر في هذا الكتاب من الكتاب أن يستخرجوا المناهج التي كانت حاضرة لدى هؤلاء القراء ولدى هؤلاء المقرئين لأن بهذا سنشد ثغرة كبيرة في العلوم الإسلامية عموما وعلوم القرآن خصوصا مع دغاء السيد الرئيس إن كنتم قد أعطت وشكرا جزيلا لكم على حسن استماعكم وتتبعكم السلام عليكم أجبتم أجبتم عن السؤال سؤال الإشكالي أعيده هل يرقى هذا الكتاب إلى أن يكون موسوعة في تدريس العلوم عموما والقراءات خصوصا فبرك الله فيك وبرك الله في جميع المتدخلين والحضور الكرام على هذه الكلمات النابعة بطبع الحال عن الخبرة وعن تدقيق وتمحيص وقراءة وتقليل نظر في هذا الكتاب